السلام عليكم ورحمة الله. ازايكم حبيبي بقلبي عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير. عندك كيس شعرية مش هفة تعملي بي ايه? تعالي نقولك تعملي بي ايه? هتعملي بي احلى تحلية شتوية بما ان الجو طبعا بردهوت. تعالي اقولك يا حبيبي تعملي ايه? هتعملي شوية شعرية بلبن زي العسل. اه طبعا مقوناتها كلها موجودة عندنا في البيت. عندنا كيس شعرية ربعمائة جرام. كيلو لبن. معانا سكر للتحلية حسب الرغبة. ومعانا كيس فانيليا وهي دي كل اه المكونات اللي احنا محتاجينها. طبعا هنرفع او 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 طاصر على النار. هنحط فيها معلقتين اه سامنة. طبعا دي سامنة بلدي او سامنة عليها ما فيش مشكلة. هنبدأ ان احنا طبعا ايدينا في الشعرية لقط ما تتحمر وتبقى تصل بالنور اللي اللي احنا شايفينه معانا دوت. بسم الله ما شاء الله كانت ريحتها تجنن ما شاء الله عليها. اه حبيبة قلبي ما تنسينيش في التعليق واللايك والشير وتفقيل زر الجرس عشان يصير الكل جديد. معانا مية سخنة حطينا المية طبعا السخنة بتاعتنا. وهنحط ربع كمية اللبن بس مع المية. علشان احنا عايزين الشعرية تستوي. وتاخد طبعا من طعم اللبن تطعم به. وبعد كده هنحط مقدار السكر تحبيبتي طبعا السكر ده حسب رغبتك انتي. ومع انا كيس واحد الفانيليا. الفانيليا بتتحط اخر حاجة. عشان دي اللي بتطلع الريحة الحلوة الجميلة بتاعت الشعرية. كده بسم الله ما شاء الله استويت الشعرية. هنجيب باقية كمية اللبن معنا وهن هنحطها على الشعرية. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كانت حاجة زي العسل. وكانت وما شاء الله هتدفيك جدا جدا يا حبيبة قلبي انتي اولادك. وان شاء الله تعتمديها طبعا تحلية بسيطة وسريعة. وكل مكوناتها طبعا موجودة عندنا في البيت. طبعا انا هنا زبطت السكر معي. معلتني سكر زيادة حطيتهم. وده طبعا اول ما طبعا بدأت هنا ايه اللبن هو يغلي معينا في قلب الشعرية. كانت استويت وباق وكانت جميلة جدا جدا. حاجة في منتهى الجمالة. اللهم بارك. ما تنسينيش حبيبة قلبي في التعليق الحلو اللي بيفرحني وتقولي انت بتابعيني منين بالزبط. ما شاء الله ده الشكل النهائي بتاع الشعرية باللبن. تحلية جميلة سريعة بسيطة اقتصادية. ان شاء الله بازن الله يا حبيبة قلبي هتفرح اولادك وربنا يحسن ما بين ايديك.